في سلايد تاني فيها المثلث طبعا مهمة فكرة الزواج مش عقد حضرك قلت تعبير مهم وليس عقد ولا حتى المترجم الخلاتة سي دي تمثل أعمق علاقة أو العهد أني أنا لما تبقى لي علاقة عهد بربنا وشريك حياتي لي علاقة عهد بربنا نقدر يبقى بيني وبين مراتي علاقة عهد فالبداية أو الأساس في البيت المسيحي وشوفوا كل ما قربت من ربنا أكتر كل ما المسافة بيني وبين شريك حياتي بتقل فالعلاقة الأولى هي العهد مع الله وزي ما قال أرمية أرمية خمسين خمسة هلما فننصق بالرب بعهد أبدي إذا ده حقيقي هتبقى علاقتي بشريك حياتي عهد يعني عهد أنا بدي حياتي بدون قايدا أو شرط زي ما عملت مع ربنا أنا بأسلمك حياتي بدون قايدا أو شرط بدي شريك حياتي بدي له حياتي بدون قايدا أو شرط وهو كمان بدي ديني حياته فنصير واحدا كل ما يزداد في النمو كل ما يزداد في العلاقة مع الله كل ما يزداد اقترابنا بعضنا وبعض كل ما يزداد اتحدنا ببعض واتحدنا مع اتحدنا من المسيح السعودين نأخذ بلنا نرجع للأساس بتاع البيت المسيحي الكلمة يعني أنا مقتبسة من كتاب أنتوني كونياروس في كتاب حلو كده اسمه علاقة الشخصية مع الله إن احنا فاكرين علاقة مع ربنا يعني نصلي ونصوم ونروح الكنيسة ونشترك في الأسرار فالفكرة إن احنا فاهمين إن أنا أكون طيب الأخلاق أروح الكنيسة أدفع العشور لا كله ده ما يخلينيش مسيحي إن لم أدخل في علاقة العهد إن لم أدخل في العاقة الشخصية يعني أكلمه ويكلمني وده ميزة الكتاب ده إن كله أقوال أباء بتكلم على الحياة التي تتغير يعني حتى لما الآية المشهورة أنا واقف على الباب وأقرأ إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل هعمل إيه وأتعش علاقة بس طب فين يا رب أدينا وصايا نمشي عليهم أنت لما تكون على علاقة شخصية وتعود معي كل يوم وأكلمك وتكلمني الوصايا ستطبع على ألواح قلبك اللحمية الذي يحبني يحفظ وصاياي تماما فأحنا مش من نتكلم على التدين أن تزيد في كم الصلاة وأن تزيد في كم الصيام مع أن هذه وساء وصائت نعمة مباركة لكن أن تكون حقيقة لك علاقة والعلاقة أساسها الحب في قديس جميل اسمه أنبا كراس كان يتميز بعلاقة الحب وكان له لقاء يومي مع حبيبه يسوع وكان يسوع يدخل إلى الليتو وينادي عليه يقوله حبيبي يا كراس السورة ما عليش توضح الكلمة اللي قليته اللي هي أصدق غرفة يعني زي المكان اللي كان يشفي في البراري هو بعيد عن البشر عايز يقضي وقت مع حبيبه خلوي يعني لكن الأسقف اللي حضر وقت نياحته يعني حضر هذا الحدث أن يدخل رب المجد وينادي عليه حبيبي يا كراس هذه علاقة الشخصية هذه علاقة الحب هذه علاقة الحقيقية غير كده أنا مش مسيحي أصلا لأني أصلا مسيحيين ما كانش اسمهم مسيحيين كما ذكر في أعمال الرسل كان اسمهم تلميذ أي يتبعوا طرق وتصرفات سيدهم المسيح فسموهم مسيحيين أولا في أنطاكة فأنا لازم أتأكد أحط نموذج البيت المسيحي الأساس العلاقة الشخصية مع الله إذا لم يكن لي علاقة لا هعرف شفاء ولا هعرف تفاهم ولا هعرف رب الأولاد شكرا لكم